تزداد مياه البحر الأحمر سخونة في ظل استمرار استهداف الحوثيين للسفن التجارية وعمليات التحالف الغربي ضدهم وأخيرها ما أفاد به الجيش الفرنسي عن قيام سفينة حربية فرنسية وطائرات مقاتلة بتدمير أربع طائرات مسيرة قتالية كانت متجهة نحو بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن الجيش الفرنسي أضاف في بيان أن هذا العمل الدفاعي ساهم على نحو مباشر في حماية السفينة الشحن ترو كونفيدنس التي ترفع علم باربادوس والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة وفي إطار ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن نحو سفن تجارية بالبحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان على منصة X إن سفن وطائرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بعد استهداف صاروخين باليستيين للحوثيين كان معدين للإطلاق نحو سفن تجارية في البحر الأحمر ومن جانبه قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة متلفزة إنهم استهدفوا ب37 طائرة مسيرة ناقلة البضائع الأمريكية بروبل فورتشن في خليج عدن وعددا من المدمرات البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن موسيقى